تطور كبير شهدته العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة من خلال زيادة سبل التعاون المشترك وتنوعها بين البلدين وزيادة الاستثمارات المباشرة ومعدلات التجارة البينية التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا بدأ منذ السبعينيات وساهم توقيع معاهدة الاستثمار في زيادة حجم الاستثمارات والتعاون الاقتصادي الكبير بين البلدين حيث سجلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين مليارين ومئتي مليون دولار خلال عام 2020 قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تبط واضحة في قطاعات عدة أبرزها قطاع النقل ويعد متر الأنفاق مشروعا بارزا من مشروعات التعاون الثنائي وأسهمت فيه الشركات الفرنسية إسهاما كبيرا إلى جانب ما تسهم به أيضا الشركات الفرنسية حاليا في عدد من المشروعات القومية في مصر يقدر عدد الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاستثمار في مصر ب168 شركة فرنسية وتشغل أكثر من 50 ألف عامل بحجم استثمارات يقارب الخمسة مليارات يورو كما تتعاون فرنسا مع مصر بفعالية كبيرة في مجال التمويل التفضلي وعلى الصعيد السياسي تشهد العلاقات المصرية الفرنسية حوارا سياسيا وثيقا بشأن القضايا الإقليمية كعملية السلام في الشرق الأوسط وليبيا وإفريقيا كما تحظى مصر وفرنسا بشراقة أساسية في ملف مكافحة الإرهاب كذلك تعدد الزيارات الثنائية الرفيعة المستوى بين مسؤول البلدين يعكس أهمية العلاقة واستراتيجيتها كما تمثل فرنسا شريكا اقتصاديا مهما لمصر محتلة مكانة قوية في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري مثل الصناعة والصناعات الزراعية والأجهزة القهربائية والصيدلة والتوزيع واستغلال المحروقات والسياحة والبنى التحتية والمجال التقني في قطاعات مختلفة ما يعكس حجم العلاقات المتشعبة والمتجذرة بين البلدين الصديقين على امتداد عشرات العقود شكرا